فجروا منزله فأسس بيتا وطنيا كانت هذه صور استهداف بيت ناشط حسين الغرابي في الناصرية اليوم وبعد أربعة أشهر يتنقل في أرجاع العراق في مهمة لتشكيل حزب سياسي جديد يأمل هو وبعض الناشطين أن يمثل أول معارضة حقيقية داخل البرلمان منذ 2003 هنا تشرين تريد أن تغير هذه الطبقة السياسية وبالتالي فهي تبحث عن بديل ومنذ بداياته في الشهر العاشر وشهر 11 بدأ الشباب بالحديث من هو البديل لهذه الأحزاب الموجودة الآن نشاط حسين السياسي تلقى بسببه تهديدات من جماعات مسلحة الغرابي واحد من عشرات وصلتهم رسائل مشابهة في الناصرية على نحو متكرر ينظم الناشطون هنا حوارات تحضيرية للانتخابات لكنهم لم يخفوا خشيتهم من وضع العراقيل أمام مشاركتهم في الاقتراع المقبل لم تكن هناك ممارسة ديمقراطية صحيحة 100% لأن الديمقراطية هو نظام به حماية الحقوق والحريات به معارضة للأسف نحن لم نحصل على معارضة داخل البرلمان منذ تشكيل البرلمان للآن الكل كان مشترك في السلطة الكل كان يتحاصص ب36 مليون دينار عراقي وألفي عضو يسجل الغرابي حزبه في مفوضية الانتخابات غير أنه وفريقه يحشدون أصوات المحتجين والمقاطعين للانتخابات السابقة لمشاركة فعالة ومشروطة في الاقتراع المقبل اقتراع تراقبه الأمم المتحدة وتحاول الحكومة ضمان نزاهته